هذا وقد أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب على أهمية الارتقاء بتطوير الشراكة البرلمانية البحرينية الباكستانية لدعم مسارات التعاون الثنائي في ظل العلاقات المتينة المشتركة بقيادة عاهل البلاد المفدة وفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة هذا وأعربت معاليها عن حرص واهتمام الحكومة المواقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز التعاون البحريني الباكستاني المثمر والتنسيق المستمر في دعم القضايا المشتركة بما يحقق النماء والازدهار وتحقيق تطلعات الشعبين في البلدين مشيرة معاليها إلى تكامل الرؤى وتنسيق المواقف بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين بغرفتيها مجلس الشورى ومجلس النواب مع الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية في دعم قضايا البلدين جاء ذلك خلال لقاء معاليها بمعالي السيد محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني بمناسبة زيارة معالي رئيسة مجلس النواب إلى جمهورية باكستان الإسلامية وذلك بحضور السادة النواب أعضاء الوفد المشارك من جانبه أشهد معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني بعمق العلاقات الثنائية المشتركة بين جمهورية باكستان ومملكة البحرين وما تشهده من تعاون رفيع ونتائج مثمرة في مختلف المجالات وما حققته الدبلوماسية البرلمانية في البلدين من دعم كبير خاصة في زيادة التبادل التجاري والتعاون في القطاعات الحيوية وأكد دعم بلاده الدائم والمستمر لمملكة البحرين متطلعا لمزيد من التعاون البرلماني المشترك مع السلطة التشريعية في مملكة البحرين ومتمنيا معالي لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار في ظل المسيرة التنموية الشاملة